مرحبا بكم ما زال ملف النازحين مفتوحا على مصر عيه خلال عام 2018 حيث بلغ عدد النازحين مليوني نازح لم ينجحوا بالعودة إلى مناطقهم على الرغم من انتهاء الحرب هؤلاء النازحون يتوزعون على 37 مخيما معظمها في نينوى والأنبار وصلاح الدين والتأميم وكردستان العراق الأمم المتحدة قالت أن هؤلاء النازحين يخشون على سلامتهم وحياتهم إذا ما عادوا إلى مناطقهم بسبب الميليشيات والاستهداف وانتشار الألغام إن غياب فرص العمل والأوضاع المعيشية وعدم إعمار المدن أسباب قوية لعدم العودة ناهيك عن عدم إفاء الحكومة بوعودها بالتعويضات للمدمرة منازلهم ومدنهم كان من أسباب عدم العودة وتؤكد التقديرات الدولية والحكومية أن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى 89 مليار دولار كما أن الحكومة تمنع عودة الكثير من النازحين بتهمة صلة أحد أفرادهم بتنظيم الدولة منظمة اليونسيف كشفت عن أن 80% من الأطفال النازحين تعرضوا للعنف هناك أكثر من مليون طفل نازح بحاجة لرعاية نفسية واجتماعية عاجلة مما فاقم من أوضاع النازحين الصعبة هو موجة السيول والأمطار التي جتاحت مخيماتهم وسط عجز حكومي تام عن الإنقاذ والمعملجة المعملجة